اهتمام دولي واسع بمعرض ومؤتمر سبورتس إكسبو عشرين تلاتة وعشرين وزي ما تابعنا مع حضركم كلمة من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مستر تومس بخ كمان فيه كلمة مهمة جدا من زعيم ورئيس الكرة في العالم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مستر جاني انفنتين غير ذالية جمعييني 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 عشواف صبي جمعييني وجمعييني كي مي BEGIN بای أتمنى أنت سورة أي التعبور جمعييين في سورة للتقام للتخدمة الإجا Prior في كيرو ومع افضل المساعدة على المساعدة فهو الهدف الهدف السيسي أسفل وكيف سيكون هناك في هذا المجتمع ولكن أريد أن أخذك هذه المساعدة ومن أتنعك أن تتعطي من أن تتعطي كما يتعطي أن تتعطي ومن المترجم أن يساعد بسرعة إلى بسرعة إلى بسرعة، في أجهزة و أفريقيا. أولئا هذه المنطقة، نرى العالي في المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة لتعرف على الجهد من السنوات الثالثة لتعرف على الأخير الثالثة في الثالثة عامة. إيجبتها هي قائمة ومعنى لتعرفة ومعنى لتعرفة لتعرفة المساعدة المتابعة أفريقية مرة أخرى مرة أخرى من أي مرة أخرى. أنت قتلتها في عام 2019. وأنت هناك. وأنت أولاً أولاً أفريقياً والأرابيين لتصل على أفضل الفيفا. أعطيناً جميعاً للمشاهدة أيضاً عملياً على المشاركة كما يتوقع في الإجابة في إجابة ترنفع على المترجمات. وفي ففا يمكننا أيضاً الجميع ذلك المترجمات الففا أمام هني أبوريدا. كما أنت لمدة قبل قد أجابة في ذلك نهاية قبل أين أحد أصبحت تأكيد من الأنظر من الأجابة الثانية الثالية و I've been pleased to observe the continued progress made since that day. And you are progressing across all disciplines of our sport. For example, in 2022 I was also delighted to see Egypt qualify for its first ever FIFA Beach Soccer World Cup, which will take place later in the United Arab Emirates. I know the continued development of football and sporting infrastructure in Egypt will not stop there, though. I know that you are an ambitious country with ambitious leaders, many of whom I note are present at this expo. At FIFA, we make it one of our goals to harness the power of technology to improve the game. And it is great to see that it is one of the key focus points of your conference here today. The progress the football community has already made and the plans you have in place are a clear indication to develop Egypt to reach new frontiers as a hub for football. I commend you all for your commitment and for what you are showing to this cause. I wish you a very successful conference and I look forward to seeing you all very soon. Shukran jazeera. Thank you very much. See you soon. Bye-bye. . . . . .